اشتركوا في القناة 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 بداية الحلقات النهاردة مع سيدات كرة اليد سيدات كرة اليد عملوا موسم جيد جدا ابطال الدوري والكأس للموسم التاني وبرونزية ابطال الكؤوس وبرونزية السوبر الافريقي اللي عايز اقوله انه النهاردة كرة اليد سيدات الناس يعني الحقيقة كان عندها ازمة من سنتين تلاتة وقالوا يعني عايزين الفريق ده يرجع لسبع عهده نادي الاهلي اخد خطوات لعادة بناء هذا الفريق من خلال طبعا نشاط الرياضي كابتن خادر العوضي ومجلس الادارة طبعا برئاسة كابتن محمود الخطيب وبدأت يعني الحقيقة اجراءات تصحيحية في هذا الفريق من دعمه طبعا بجهاز فني جديد كان بقيادة كابتن كابتن محمد عادل زولة وكانت اول مرة لكابتن محمد الحقيقة يبتدي يشتغل مع فرق السيدات كان طول عمر كابتن محمد عادل مع فرق الرجال ولكن لما طلب منه النادي الاهلي ان هو يشتغل مع فرق السيدات رحب واشتغل والراجل الحمد لله عمل نتائج جيدة ده تم دعم الفريق بمحترفات على مستوى عالي شاركوا في كل البطاطة الافريقية اللي ممكن تشارك فيها وكان ده لي مرضود ايجابي كبير على منتخب مصر لانت النهاردة بتكسب لعباتك اللي هم قوام نصف قوام منتخب مصر بتكسبهم خبرة افريقية صعب يكتسبوها مع المنتخب فقط فالنهاردة كنت تليد لسيدات موسم ناجح دوري وكأس برونزية سوبر افريقي وبرونزية كأس الكوش وبنيجي دايما بعد فرق انجولا فرق انجولا صاحبة التاريخ الكبير سواء بريميرو دي اوجست او اول اغسطس الانجولي وبترو الانجولي اللي هو يعني من احد اغنى الاندية الافريقية فالنهاردة انت بتيجي وراهم على طول ومتشطك معهم اصبحت كلوس جيم بعد ما كان نهاء يعني مطشطك معهم بتبقى مطشط الحقيقة كنت دايما بتقول ان لا صعب ااخد المباراة دي صعب نافس صعب اطلع معهم فرق هدف او اتنين ولكن في مباراة كتير قربت كنت ممكن تكسب الدعم مستمر من مجلس دارة النادي الاهلي الدعم مستمر من النشاط الرياضي لهذه الفرق تاني بكرر النادي الاهلي حتى الان 16 بطولة جماعية في 3 فرق بس انا ما كلمتش عن علعاب اخرى لو كلمت عن علعاب اخرى بتتلاقي في الصلاة سي للسكواش سي تينيس الطاولة احنا نهاردة هنروح لفوق 25 بطولة طيب سريعا ممكن اقول لها حضرتكم البطولات دي رحت فين البطولات دي يعني كانت في何 فرع وكانت كان بطولة خلينا اقولها لها حضرتكم سريعا هنكلم عن الكرة الطائرة رجال اربع بطولات السوبر المصري الدوري المصري دوري ابطال افريقيا وايضا كأس مصر دول الاربع بطولات من نصيب رجال الكرة الطائرة الكرة الطائرة سيدات السوبر المصري دوري المصري كأس مصر والثلاث بطولات تم حصدهم أو كانت منافسات مع نادي الزمالك كده إجمالي سبع بطولات حتى الآن فيه فرع الكرة القائرة فقط نخش على كرة اليد السوبر المصري السوبر الأفريقي دوري أبطال أفريقيا ثلاث بطولات لكرة اليد رجال ويتبقى لهم دوري المحترفين هذا الموسم موسم 23-24 كرة اليد سيدات اللي النهاردة بنستضفهم وبنكرمهم مش بنستضفهم فقط ولكن هم يستحقنا التقدير والاحتفال النهاردة نحن بيحتفل معاهم لأنهم الحقيقة أو موسم مميز كرة اليد سيدات الدوري والكأس كده اليد إجمالي 5 بطولات و7 في كرة الطائرة يبقى 12 بطولة هنروح بعد كده على بطولات كرة السلة رجال عندنا السوبر المصري ودوري المرتبط كده بطولتين كرة السلة سيدات السوبر المصري وكأس مصر بإجمالي في كرة السلة أربع بطولات إجمالي البطولات كلها 16 بطولة نادي الزمالك المنافس أو الدربي كما يقال بطولة واحدة فقط ونادي الاتحاد السكندري منافس في كرة السلة بطولة واحدة فقط ألا وهي كأس مصر النهاردة الأندية اللي بتنفسك يعني لازم نذكر يعني البطولات اللي خدوها أدية عشان تعرفوا حجم المنافسة هنا المميز في النادي الأهل نادي الأهلي ما بينفس نادي واحد هتلاقي في كرة اليد بينفس نادي الزمالك كرة اليد الرجال سيدات لا سيدات ممكن يكون بينفس الشمس سبورتينج لو رحنا لكرة السلة بينفس اتحاد السكندري الكرة الطائرة رجال وسيدات بينفسه نادي الزمالك كرة السلة سيدات سبورتينج فالنهاردة انت بتتكلم عن نادي الاهلي بينافس اندية مصر كلاب في كل نادي فيما يميزه